التقى محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي ممثلي الجمعيات السماكية وممثلين عن شريحة الصيادين على امتداد الشريط الصاحلي بالمحافظة وتدارس اللقاء نتائج قرار وزارة الزراع والرأي والثروة السماكية بمنع تصدير الأسماك والصبولة الكفيلة بدراسة مخرجات ومعالجات تخدم المجتمع والصيادين وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وجرى في الاجتماع الاتفاق على تكليف لجنة لاعتماد آلية واضحة تضمن في المقام الأول توفير احتياجات المواطن من الأسماك في السوق المحلي بهوامش ربح مقبولة